تنبيه الفيلم يتضمن مشاهد عنف يدعي ينصح بعدم مشاهدته من قبل الأطفال هذه العبارة تسبق أي فيلم يحتوي على مشاهد عنف حرصاً على الأطفال منهيج مشاهد لكن الغريب والمؤسف أنه بعض أطفالنا اليوم وفي بعض المدارس صاروا مادة رئيسية لمثل هيتش مشاهد مشاهد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموضوع تجاوز التأنيب اللفظي وأخذ بعد آخر بعيد تماماً عن العملية التربوية فهل هي هاي القيم اللي نريد أن نعلمها لأولادنا؟ معقول هذا بعد يصير بوسط كل طرق التربية والتدريس الحديثة اللي دا تتطور كل يوم هل من المنظقي أن نعنف الطفل بهذا الشكل؟ ترى التربية سبقة كلمة التعليم معقول الضرب والعنف يعتبر تربية مع كل الحب والاحترام والتقدير لكل أساتذتنا والمعلمين الكرام وأيضاً كل الامتنان فمن علمني حرفاً ملكني عبداً مثل ما يقال وعبائنا التدريسيين الطيبين هوية لكن البعض مع الأسف استخدم هاي القسوة الغير إنسانية مع الأطفال وبعدنا مصار أيام من بدء العام الدراسي وشفنا هيك حالات وبأكثر من مدينة وسنة وراء سنة والحال مستمر وما توقف لدرجة أنه أكو أهالي بطلوا أبناهم من المدارس محوري لهذه الليلة في حديث بغداد متى يتوقف العنف ضد الأطفال في المدارس لكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر